بمشاركة واسعة لطلبة المبتعاثين في الإمارات العربية المتحدة أقامت مسك الخيرية بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية بدبي وهيئة الأندية الطلابية السعودية في الإمارات ورشة عمل تحت عنوان الاحتراف في تسويق الذات والتي تهدف إلى تدريب طلاب والطالبات على التحضير للسوق العمل وإنشاء سيرة ذاتية مميزة الورشة أشرف عليها مدربون متخصصون في هذا المجال قدموا تجارب واقعية من خلال تدريب الطلب على التعاطي مع سوق العمل ومتغيراته السريعة والمتسارعة شرفنا في الملحقية الثقافية بأسس سعادة الملحق ومنسوب الملحقية جميعا في المشاركة مع مؤسسة مسك الخيرية في هذه الورشة والمؤسسة مؤسسة خيرية تقدم هذه الأعمال من أجل الطلاب السعوديين وبجل الأبناء المملكة العربية السعودية ويشرفنا وفخر لنا أن نشارك في برامج هذه المؤسسة الورشة كانت على مداري يومين استضفتها جامعة الشارقة وحضرها أكثر من ثلاثمائة طالب وطالبة من مختلف الجامعات الإماراتية وهنا تبرز جهود المملكة الكبيرة الموجهة للطلب المبتعثين خارج الدولة أينما كانوا من خلال متابعة حثيثة لأوضاعهم ودعمهم للوروج لسوق العمل مع إتقان مهارات جديدة من خلال البرامج المكثثة والتركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل اليوم جايين مبادرة مبادرات الزمالة والتدريب اللي هي مسار المستقبل الهدف من الورش اللي نعقدها هي تدريب الطلاب وطالبات على كيفية إبراز مهاراتهم كتابة السيرة الذاتية إجراء المقابلات الصحيحة الكميونيكيشن سكيلز احنا متواجدين اليوم في جامعة الشارقة بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية والحمد لله الأصداء اللي جايس نشوفها من الطلاب إيجابية جدا جهود مؤسسة صاحب السمو والملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود مسكة الخيرية في هذا المجال ليست وليدة اللحظة بل أتت لتساير التغييرات مع دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الذكاء الاستناعية والبيانات الضخمة وروبوتات وغيرها من التقنيات والأسليب الجديدة التي بدأت تغير طبيعة وملامح ونماذج اقتصاديات الأعمال عوامل تفرض مؤهلات علمية وبشرية متميزة جديدة للتحكم في كل هذه المتغيرات لتمكين قيادات الشابة في التحاضيات التي تواجهها في سوق العمل لقناة الإخبارية عبدالطيب بخوش الشارقة